الكروموسومات الجنسية ما بتبدأش تأثر في تحديد السمات الخاصة بالجنس لحد الاسبوع السادس يعني هنا الاسبوع السادس من الحمل الكروموسومات الجنسية ما بتبدأش تأثر على الجنس طبعا هنا زي ما احنا شايفين لو جينا كبرنا شوية هنا بقى بيبتدي ايه يبتدي خلاص البويضة موجودة هيوان المانية وهو يبتدي يحصل الاخصاب وبتدي بعد كده بقى تكون الزايجوت لكن المهم عندنا ان هو ايه بيبتدي الزايجوت ياخد مصاره بتدي تكون بقى الديبلايد سل احنا لو جيبنا هنا ده طبعا دي بتبقى تو ان ده اللي تهمنا افصلا في موضوع الكروموسومات والحيوان المانية وهو لوحده ده ان والبويضة لوحدها النوال اللي فيها فيها ان بقى حصل اندماج بقى تو ان احنا عايزين نقول ان الكروموسومات الجنسية ما بتبدأش تأثر في تحديد السمات الخاصة بالجنس حتى الاسبوع السادس بعد الاخصاب ده معناى ايه معناى من الزايجوت الاول للالزايجوت الشهوان الاجنه بتظهر كأنها يعني كلها اونثوية يعني كلها ياجنة الذكور والاناس بتكون في صورة اجنه اونثوية بيبتدي بقى يعني بعد الاسبوع السادس ندخل بقى بعد كده لحد الاسبوع الاثناشر بيبتدي الواي اللي هو القصير ده فيه طبعا الاكس ده اللي هو الطويل كده بيبتدي الواي بيبقى فيه جين اسمه sr y الجين ده بيبقى محمول على الكروموسوم الواي طبعا احنا لو رجينا رجعنا هنا تاني نرجع هنا تاني نشوف حاجة زيها فوق عشان برضو ايه انا بحبوكو تفهمو يعني لو افترضنا ان ده الواي طبعا ده مش الواي يعني ش بس عشان ايه ما ما نقدرش نكبر البورد اكتر من كده. لو فرضنا ده ده جين ده اسمه مسلا اس اار واي طبعا ده ده مش الواي لان ده كروموسوم طويل لكن احنا بنقول لو هو الكروموسوم الصغير كده في جزء منه جين اسمه اس اار واي. الجين ده محمل على الكروموسوم Y بتبدأ تظهر السمات المميزة للذكر عن طريق الجين ده بعد الاسبوع السادس ده لو الزايجوت XY طيب لو الزايجوت XX بعيد عن الاربعة واربعين دول سبتين اللي هم الكروموسومات الجسدية بيبتدي بقى من بعد الاسبوع الاثناشر تمايز الاعضاء التناسلية الانثوية بعد الاسبوع الاثناشر في حتة برضو عايزين نأكدها لانه مهمة جدا لما هنيجي نشوف المشاكل اللي موجودة في الورثة بعد كده عادة تفتكروا الحتة دي معايا كويس كل البشر بيرثوا على اقل زي ما احنا عارفين كده X الـ X ده يا جماعة بيبقى مهمة جدا وانه في العديد من الجينات اللي لها يعني اهمية كبيرة في الانسان لكن الـ Y ده بيتكون جيناته مرتبطة بالصفات الذكرية اكتر ولذلك الـ Y دايما بيساعد على تمايز السمات المميزة للذكر اخر حاجة بس عايزين كده نشوفها في حاجة جماعة اسمها مربع بانت ده لما هنيجي ندخل بقى في قوانين مندل وكده مهمة جدا انا عايز بس اوريكم الجزء بتاع X و Y ده بمربع بانت هنا عندنا هنا X و X دي البويضة طح كده حيوان المنوي تمام X أو Y يبقى هنا الاحتمال X X وهنا X و Y بقى X Y وهنا X X برضو وهنا X Y اللي احنا عايزين نقوله ان احتمالية احتمالية ظهور ذكر او انثى بتبقى خمسين خمسين ليه؟ لان الحيوان المنوي اللي جاي من الذكر ممكن يلقح بويضة لو كان يحمل Y او لو كان يحمل X نرجع تاني عشان نأكد الموضوع ده دي مهمة جدا اهو هو الحيوان المنوي هنا هو اللي بيحمل X او بيحمل Y ولذلك زي ما اتفقنا ان المسؤول عن تحديد جنس الجنين هو الحيوان المنوي او الذكر